عزيزي المشاهدين مساء الخير و اهلا بحضراتكم و حلقة جديدة من برنامجكم مصر اليوم تعودنا سويا ان نبدأ حلقاتنا بكلمات المولى عز وجل لكي تكون خيرا بيننا ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين هذا الشهر الذي اعتبره انا شهرا خاصا للجيش المصري هو شهر الافراح للانتصارات هو شهر التسكرة والذكرة والتعليم والتعلق لقواتنا المسلحة المصري اعظم جيش عربي واكبر جيش عربي بل اقدم جيش في الارض هذا الجيش جيش المصري توجه بطلا منتصرا من خلال حرب اكتوبر من عام 1973 بعد ان استطاع ان يدمر احلام وطموحات وكلمات مزاعم الجيش الاسرائيلي الذي لا يقار استطاع الجيش المصري ان يعطي درسا في العسكرية و درسا في القتال و يقدم الحقيقة الجند المصري كخير اجناد الارض علشان كده انا عاشق لشهر اكتوبر العظيم و عاشق لجيشنا المصري لماذا؟ لاني اعلم قيمة الجيش المصري اعلم مقام وقدر الجيش المصري هذا الجيش الذي سجل اسمه بحروف من ماس في صفحات ناصعة من التاريخ في هذا الشهر بانه الجيش المنتصر ترجمة نانسي قنقر